طبعاً إحنا بكنا فرحناه لأنه الخارجية العراقية استدعت سفيرة السويد وقالت أنه الممثل الأوروبي أو اللي هو يحاسب لك عيني تفاجأت أنا من اللي قاعد يهدد السفيرة السويدية أو يوبخها عن ما فعلت السويد وما فعله الصعلوك تمام بحق القرآن الكريم ما أحس اللي ألقى بوجهي السفير اللي مرته كان يحظن بيها راقب علامة ويبوث بيها يعني تتخيل آن إش قد بلدك يوت إحنا هو اللي دزوي حاسب سفيرة السويد بالعراق تمنى أنا وتخيل على قولة أهلنا يقولون لا قيم الرقاع من ديرة عفتش خطية وقامت ترجف سفيرة أصلاً أول ما قاعد قاعدت لباوي ترى أطلع لك الصورة ما راغب علامة طبعاً إش قد يحبه راغب علامة هو هل قد ما يحبه خلاه يحظن هو ومرته لا يحبه